بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي زيكم يا شباب ان شاء الله في الفيديو ده هنبتدي يونت فور زي ما احنا شايفين التايتل قدامنا او العنوان science and technology او العلوم والتكنولوجيا في حد من حبيب اللي بيتابعوني قالوا لي يا مس احنا فعلا متأخرين و احنا فعلا متأخرين تمام فاحنا هناخد من كل يونت الاجزاء المهمة اللي فيها يعني بدل ما كنا هننزل اليونت الواحدة او الواحدة الواحدة في مثلا ستة اجزاء لا ممكن يكونوا تلاتة بس فهنشرح الملاحظات العامة والجرامر والكلام ده كله الفيديو دوت قبل ما تبتدي معايا يريد تكون قاري الدرس وقاري الكلمات بتاعة الدرس الاول والتانية علشان انا هبتدي في الملاحظات العامة على طول وهنحل عليها تمارين لان انا عارفة ان الدرس سهل بالنسبالكم ان انتو تقرؤوا او الكلمات تنطقوها مع نفسكم لان ده فعلا بياخد معانا وقت في التصوير وفي المونتاج فيلا بينا نبتدي الملاحظات العامة على طول هنا عندي الملاحظات العامة بدأ معايا في كتاب المعاصر على الواحدة الرابعة في صفحة 140 او 140 اول كلمة معايا كلمة everyday everyday هنا معناها كل يوم بس هنا دي adverb adverb يعني ظرف بتيجي بمعنى كل يوم وبتيجي في اول الجملة او بتيجي في نهاية الجملة عادي مفيش اي مشكلة يعني ممكن اقول انا بروح المدرسة كل يوم وممكن اقولها دي صح ودي صح تمام؟ فهنا ناخد بالنا ان everyday دول كلمتين منفصلتين يعني مش لازقين في بعض ودي ظرف تمام؟ بتيجي بمعنى ايه كل يوم اوكي؟ طيب امان لو جاتلي بالشكل ده everyday بس everyday متصلة يعني شايفين دي كده كلمة على بعضيها اوكي؟ مش every لوحديها وكلمة day لوحديها لا في الحالة دي لما بتكون الكلمة دي بالشكل ده بتبقى adjective يعني صفة فهنا الصفة دي بتيجي بمعنى يومي انا بوصف الحاجة دي ان هي يومية روتين انا بعمله كل يوم فهكتب everyday تمام؟ عشان انا بوصف الروتين بتاعي ان هو يومي خلاص اوكي؟ فناخد بالنا كويس في الفرق ما بين شكل الكلمة دي ودي دي بمعنى يومي لكن everyday اللي قبل كده اللي لسه قيلنها معناها كل يوم لكن دي بمعنى ايه؟ يومي تمام؟ هنا بيقول لي everyday word يعني العمل اليومي is tiring tiring يعني مرهق او متعب تمام؟ نجي للverb help help بمعنى يساعد ودايما لما بقول help to بيجي لوراها مصدر تمام؟ انا عارفة ان to دايما اصلا حرف الجار ده بياخد مصدر طيب بتيجي بمعنى يساعد فيه ويمكن الاستغناء عن to يعني انا ممكن استعين بالverb ممكن اضيف to او احذفها يعني كده او كده المعنى صح هنا في الجملة بيقول لي ايه؟ intelligence students يعني الطلاب الاسكياء او اللي هما يعني العبقرة can help to develop the technology of the future يعني الطلبة الاسكياء يستطيعوا ان هما يساعدوا في تطوير كلمة develop يعني تطوير التكنولوجي التكنولوجيا يعني بتاعة ايه؟ بتاعة المستقبل the future يعني المستقبل فهنا جاب لي help ممكن اقول can help develop وممكن اقول help to develop تمام؟ في كلا الحالتين to بتاخد مصدر او لو استخدمت help بس برضو بيجي معاها مصدر تمام؟ طيب encourage encourage ما بين حرف الا والجي في صوت دي كده خفيف encourage يعني يشجع يشجع تمام؟ الفرب بدأ encourage to وبييجي وراها infinitive يعني ان انا بشجع شخص على فعل شيء يبقى معناها يشجع وبعد كده بيجي معاها to و a و مصدر هنا بيقول لي teachers encourage students to do projects يعني المعلمين او المدرسين بيشجعوا لطلاب ان هما يعملوا ايه مشاريع فهنا جات لي encourage وهنا جالي معاها حرف الجر to وجالي وراها المصدر اللي هو do تمام؟ وهنا encourage جالي وراها شخص او اللي هو بقى الشخص اللي انا بشجعه وهنا كانت ايه students اللي هما الطلاب تمام؟ فهنا انا بشجع حد علشان يعمل حاجة التركيبة دي ناخد بالنا منها نيجي بعد كده للverb do وبييجي معا شوية كلمات هقول do project يعني يعمل مشاريع او يقوم بانجاز مشاريع وممكن اقول do work يعني يقوم باداء عمل معين او do jobs يعني يقوم باداء وظائف اعمال معين يبقى الverb do باستخدمه معاها الكلمات دي do projects work jobs هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي students in STEM schools ان الطلبة في المدارس العلوم والتكنولوجيا الحديثة do a lot of projects بيعملوا ايه مشاريع كتير طبعا احنا عارفين ان الكلمة دي اختصار لكلمة ايه؟ science technology engineering and maths يعني معناها مدارس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات تمامي بقى دي نوعية من المدارس معينة بتحتم بتدريس الساينس العلوم والتكنولوجيا والانجينيرينج الهندسة وكمان الرياضيات فهنا بيقول لي الطلبة بتوع المدارس دول بيعملوا مشاريع كتير نيجي بعد كده للexpressions او المصطلحات او التعبيرات المهمة اللي عندي عندي كلمة focus on دايما الverb ده بياخد حرف الجر on وبيكون برضو موضع سؤال معناها يركز على يركز على حاجة بقى هنا بيقول لي STEM schools focus on developing students ability in maths science and technology يعني المدارس الحديثة للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والكلام ده كله بتركز على developing يعني تطوير او تنمية القدرة بتاعة الطلاب كلمة ability هنا يعني قدرة او مقدرة الطلاب في الرياضيات والساينس العلوم والتكنولوجيا تمام لما يجي اقول on earth on earth يعني معناها على كوكب الارض وبتاخد حرف الجر on هنا بيقول لي there are many kinds of animals living on earth يعني في العديد او الكثير من انواع كلمة kinds هنا يعني الانواع الحيوانات بتعيش على الايه على الارض اوكي فناخد بالنا من حرف الجر ده برضو حرف الجر ده باستخدمه مع كلمة holiday عايزة اقول في اجازة هقول she is on holiday مش هقول in holiday ناخد بال on holiday يعني في اجازة هنا بيقول لي on holiday في الاجازة i enjoy staying on the balcony يعني انا ببقى مستمتعة بالايه بالجلوس او بالقعدة في الايه في البلاكونة تمام نيجي بعد كده الكلمة different to different to معناها مختلف عن وبتاخد حرف الجر to اوكي هنا بيقول لي this car is different to your car يعني السيارة دي مختلفة عن سيارتك different to your car يعني مختلفة عن سيارتك هنا verb to be الشكل بتاعه ممكن يكون am or is or or was aware وبييجي معاها able to يبقى verb able بياخد verb to be لازم يكون ably وبييجي وراه حرف الجر to able to يعني معناها قادر على وبرضو انا عارفة ان to بيجي وراها مصدر خلاص خلصنا فهنا هقول ايه he is able to climb the tree يعني هو قادر على تسلق ايه الشجرة هنا طبعا عندي able to جالي وراها حرف الجر to وجالي وراها climb climb يعني يتسلق البي دي يعني مش بنطقها silent تمام فهنا to وجالي وراها مصدر اوكي وهنا قبل الverb able جالي verb to be على شكل is عشان he تمام طيب هنا لما أقول give attention to give attention to يعني يعطي اهتمام لي او انتباه لي يركز مع حاجة ويهتمي بيها give attention to هنا بيقول لي to focus is to give attention to something to focus يعني عشان تركز لازم give attention تعطي اهتمام او انتباه للايه للشيء اللي انت عايز تركز عليه need to need to معناها يحتاج إلى بتاخد حرف الجر to وبرضو بيجي وراها infinitive يعني مصدر فهنا بيقول لي ايه all people كل الناس need to understand how to use the latest technology كل الناس بتحتاج ان هي تفهم how to use ازاي تستخدم الايه التكنولوجيا الاخيرة او الايه الحديثة the latest يعني اخر حياة في التكنولوجيا ايه تم اختراحها او ايه اكتشافها make a graph make a graph يعني يقوم بعمل رسم بياني كلمة graph يعني رسم بياني فبتاخد الفعل make تمام هنا بيقول لي the students might use data to make a graph يعني الطلاب might بما انه هم يستخدموا data بعض المعلومات كلمة data يعني معلومات to make a graph علشان يعملوا رسم بياني علشان تعمل رسم بياني بتستخدم بعض الايه المعلومات نيجل كلمة fight fight معناها يحارب او يهاجم fight heart disease يعني يحارب مرض القلب تمام يحارب مرض الايه heart disease يعني مرض القلب فهنا المثال بيقول لي doctors are helping patients to fight heart disease يعني الاطباء بيساعدوا patients patients يعني المرضى علشان يحاربوا او يواجهوا ايه مرض القلب تمام لما اقول have special skills يعني لديه مهارات خاصة او قدرات خاصة او مميزة كلمة skill يعني مهارة فهنا بيقول لي ايه في المثال you should have special skills to do this job يجب عليك انت يكون عندك special skills يعني مهارات خاصة او مميزة علشان تعمل ايه او تأدي هذه الايه الجاب او الوظيفة تمام فناخد بالنا من التركيبة دي look very similar يعني يبدو متشابه جدا هنا كلمة look مش بمعنى ينظر لا look هنا بمعنى يبدو يبدو very similar هنا بيقول لي the two friends يعني الاصدقاء الاتنين دول look very similar يعني يبدو ان هما متشابهين اوي لو شفتهم تقول اخوات نقل بالصفحة صفحة 142 او 142 ونكمل الملاحظات العامة عندي هنا fall through the air fall through the air يعني يسقط في الهواء the air يعني الهواء وهنا كلمة fall يعني يسقط دايما حرف الايه بانطقه زي الاو كده لما بيجي لوراء ال كمام فهنا بيقول لي يسقط في الهواء جايب لي مثال عليها بيقول لي a lesson might be about how fast a ball falls through the air معنى الجملة ان لازم الدرس تقريبا زي سرعة الكورة لو احنا حدفناها او سقطت من الايه او سقطت في الهواء يعني كل حاجة اداءها سريع تمام دي جملة عندكم من نص الدرس في اليونت check the results يعني يفحص النتائج check check يعني السي والك دي هتديني صوت واحد هقول check check the results يعني يفحص النتائج هنا بيقول لي expert teachers يعني المدرسين الخبراء help the students بيساعدوا الطلبة through the projects and check their results يعني بيساعدوا الطلبة من خلال المشاريع كلمة through يعني من خلال المشاريع وكمان بيفحصوا النتائج بتاعتهم التركيبة اللي بعد كده solve problems يعني يحل المشاكل كلمة solve بمعنى يحل هنا بيقول لي teachers should help students يعني المدرسين يجب عليهم ان هم يساعدوا الطلبة to solve problems during lessons علشان يحلوا المشاكل during lessons أثناء الحصص أو الدروس بتاعتهم هنا بيقول لي طبعا feel sure الاس واليو هتديني صوت الش feel sure يعني يشعر بالتأكد I feel sure that he will come back أنا أشعر بكل تأكد أو أنا متأكدة ان هو will come back هيرجع تمام بعد كده عندي how to use how to use يعني كيف تستخدم كيف تستخدم it can't be easy إنه ليس من السهل لم يكن سهلا if you don't know how to use a computer or send an email بيقول لك ليس شيء من السهل إن أنت ما تكونش عارف don't know إن أنت ما تعرفش إزاي تستخدم الكمبيوتر أو إن أنت تبعت إيه work together كلمة work together يعني يعملوا سويا يعملوا مع بعض يعني هنا هنا في المثال عندي بيقول لي students work together to solve problems يعني الطلبة بتعمل مع بعض أو بيشتغلوا مع بعض شرط المشاكل هنا تكون مشاكل شخصية يعني أو مشاكل زي التقليدية اللي إحنا عارفينها لأ ممكن تكون مسائل حسابية تمام أو مسائل عندهم في العلوم بيحلوها مع بعض هنا بيقول لي develop a new medicine develop a new medicine يعني يطور دواء جديد دواء جديد وهو بيعمل له إيه تطوير فكلمة develop يعني يطور هنا الجملة بتقول لي scientists are working hard إن العلماء بيعملوا بجد to develop a new medicine إن هم يطوروا دواء جديد for coronavirus تمام؟ يلا بينا نبتدي التمارين على طول هنا عندي في نفس الصفحة number one بيقول لي a or an what is someone هو شخصا ما who has very special skills بيكون لديه الذي يكون لديه special skills يعني مهارات خاصة أو مميزة طبعا أكيد الexpert اللي هو يعني خبير تمام؟ يعني بحار منظف يعني طالب number two information or facts يعني المعلومات أو الحقائق about something يعني شيء ما is called بسميها إيه graphs رسوم بيانية data skills results طبعا data اللي هي إيه معلومات number three the scientists have what a new medicine علاج جديد to help fight heart disease علشان إيه يساعدوا في محاربة إيه أمراض القلب أو مرض القلب developed dropped dried done هقول إيه have developed a new medicine يعني بيطوروا علاج جديد نيجي لي number four stem schools are difficult دارس صعبة so they need علشان كده هما بيحتاجوا إيه students طلبة إيه بقى طلبة boring مملين boring hard working lazy كسول hopeless طبعا أكيد hard working محتاجين طلبة يكونوا إيه دقوبين على العمل أو بيحبوا يكتهدوا في عملهم number five my cousin ابن عمي أو ابن خالي is studying what at university هقول بيدرس إيه بقى engineer engine engineering engineers engineer يعني مهندس ودي الجمع بتاعها مهندسين تمام engine يعني مطور أو محرك لكن هنا هقول بيدرسوا الهندسة يبقى my cousin is studying engineering الهندسة بيدرس الهندسة number six expert teachers أو المدرسين الخبراء help the students بيساعدوا الطلاب through the project and what their results وإيه كمان للنتائج هقول give check damage solve هنقول طبعا إيه check وبيتأكدوا من الإيه من النتائج give a check their results نيجل number seven the students studied a or an what which showed the number of tourists who visited Cairo in different months هايز أقول إن الطلبة درسة إيه اللي بيبين أو بيعرض كلمة showed يعني بيين أو عرض النمبر أو عدد السياح اللي زاروا القاهرة في different months في شهور مختلفة هقول بقى graph ability future طبعا درسوا إيه رسمي بياني بيوضح الإحصائية دي graph number eight it is what to take your passport when you go to another country هايز أقول من المهمة أو من الضروري إن أنت تاخد الجواز الصفر بتاعك when you go to لما تذهب لأنازر كانتري لبلد أخرى هقول essential enjoyable easy enormous طبعا هنقول essential هنا الت والآي هتديني صوت التشعر أوكي فناخد بالنا number nine if something is essential لو في شيئا ما مهم it is what هيكون إيه quite difficult very important not important easy طبعا أي حاجة ضرورية أو مهمة هتكون very important نفس المعنى number ten I can't what on two things at the same time هقول I can't أنا لا أستطيع encourage after represent focus on طبعا هقول أنا لا أستطيع إن أنا أركز على on عشان بتاخد حرف الجر on two things ما أقدرش هركز في حاجتين at the same time في نفس الوقت number eleven children should learn how to develop their what عايز أقول إن الأطفال يجب عليهم إن هم يتعلموا إزاي يطوروا skills skulls pans bins طبعا يطوروا إيه مهارتهم لازم تطور مثلا مهارة الكتابة مهارة الإراية listening السماع عندك علشان تبقى مستويك شوطر في الإنجليزي وهكذا في كلمة skills زي مهارات لكن skull يعني الجمجمة عضم الجمجمة المعنى بعيد خالص وبان اللي هي الطاصة وبنت زي المصمار أو الثابوس number twelve students يعني طلاب المدارس ديت follow زي بيتبعوا ايه technology later technology late latest least طبعا زي latest technology يعني التكنولوجيا الحديثة أو آخر حاجة في التكنولوجيا هنا زي بيجي معها الصفة اللي آخرها مهتميه بالتاريخ القديم عشان كده أنا عايزة أكون إيه بقى طبعا هكون مهتمية أن أنا أكون إيه اللي هو عالم الأسرار عشان أنا مهتمية بالتاريخ القديم اللي هو الطبيب البيطاري اللي هو بيعالج الحيوانات وده الطبيب البشري وهنا إنجينير المهانس هو بيساعدني نقطة مي دايري إن أنا أعمل إيه أكتب اليوميات بتاعتي طبعا هنا هلب الفعل هلب بياخد مصدر بس هنا مش جايبين في الجملة حرف 2 حرف الجارة 2 عايز أقول إن الطلبة استخدموا أو بيستخدموا الداة علشان إيه أجراف have make take work طبعا to make أجراف علشان يعملوا رسم البائن نمبر سيستين teachers encourage students يعني المدرسين بيشجعوا الطلاب to what projects where they were together to develop their skills هقول invite, do, get, give عايز أقول إن المدرسين بيشجعوا الطلبة إن هم يعملوا إيه project مشاريع حيث وهم بيشتغلوا معه بعض علشان يطوروا مهارتهم هقول to a to do project نمبر سبنتين you should give some to your parents إذا يجب عليك إن أنت تعطي بعض إيه لولديك advice تديهم نصيحة attention, ability, technology طبعا attention اهتمام نمبر 18 what meetings help us a lot بتساعدنا كتير meetings يعني المؤابلات اليومية أو الاجتماعات اليومية هقول بقى everyday المتصلة دي ولا everyday هنا everyday وهنا each day ها هعايز أقول الاجتماعات اليومية تمام فهتبقى إيه everyday المتصلة يعني أنا بوصف الاجتماعات إن هي يومية تمام فيه هنا صفة adjective صفة وموصوف لكن ده advert لحد هنا حبيبي هننهي الفيديو الفيديو اللي جاي إن شاء الله في unit 4 هيكون فيه grammar أو القواعد وكمان هنحل عليها تمرين بالتوفيق للجميع واشوفكم على خير إن شاء الله والسلام عليكم